ثم اتاخد البطولة اتاخدت البطولة انت اخدت الكاس ولا روحت على زمائلك حتى في تصريحك بطول انت ايه هنعدت نادي على عب شافي يا رجل انت هتشتغلنا الكلام ده ينفع مع الناس اللي برا ما ينفعش معنا احنا انت بتتكلم لعب كورة بتكلم ابراهيم سعيد وانت عارف ابراهيم سعيد كويس والناس كلها عارفة ابراهيم سعيد كويس وهكلمها كورة والناس كل لعبت الكورة اللي لعبت في المجال ده عارفة كلامي ان كلامي صح. في حد كابتن فرق يروح ينادي على واحد. انت بتضحك علينا ولا بتضحك على الجمهور? انا عارف انت بتضحك الجمهور هم وبيحبوا الكلام ده. طب يا حبيبي ما سهل خالص عفاك اخد الكاس وروح له. قلت حسام غالي مع اعماد متعب والشي الناوي حتى في المباراة الاخيرة نادى على كابتن محمود الخطيب. قال له رغم ان عفكرة ما كانش مجبر ان كابتن محمود الخطيب يا موجود. بس دي تقديرية من كابتن الفرق. ده انت حتى رئيس النادي انت مقولتوهش تعال تصور معانا. يعني ازا كده انت مروحتش لعبتك زبايلك اللي هم تلعينهم في الملعب والجمهور. اللعيبة طالع عرقانة واللي فرحان واللي مبسوط. انت حتى اللعيبة مروحتش قدرتاه. تقولك انا ناديت على لعب شافي. تنادي على لعب شافي. هو حد اصلا في الدوشة اللي موجودة عشان بس يا جماعة. يا ريت الجمهور بس يبقى واعد كده معي شوية. الدوشة اللي موجودة دي بزمتكم. بدوشة الستات. بدوشة الجمهور. بالدوشة اللي كانت موجودة عند الحتة بتاعت التتويق. بالزحمة اللي كانت موجودة بالاعلام بالصحافة بالناس دي. بزمتك يا جماعة حد يسمع حاجة. تطلع عمبارح بتقول انا بنادي عليه. والله ولا هيسمعك. انت لو هو وقف جمك مش هيسمعك اصلا. يعني هو لو جنبك مش هيسمعك. انت بتتكلم ناس مسلا نفهمها. ناس مسلا معيش انت بتتكلم مع الجمهور. اه الجمهور ممكن ما يعرفش جوه. بس ده اصلا الجمهور اصلا حتى وجده جمهور مش خليه اسمع اللاعبتي. حتى ما بنيجي في الملعب بنكلم مع بعض. عشان اسمع من تواجده الجماهير دي. لازم اوطي على ودنه عشان اقوله. فايسمعك ازاي. طب بلاش عب شافي. ما روحتش لعمر جابر ليه? قالك لا ما تقلعش اه تقلعش يا عمر يا جابر ما تقلعش الشارة. ايه ده? ايه جو ده? ايه العلاقة بالكورة بالعلاقة دي انا اشارة ايه وانت بتقعد متسبي هو اللي ادى الكاس لابنك. ربنا اخلهه لك. ويحفظه لك يا رب ويبقى احسن حد في الدنيا. بس ده بره في البيت. قسرتي في البيت. عائلتي بره البيت بره الملعب. بره الملعب خلص. بره الطبيعي بقى بره بيني وبينهم كده. بعد ما احتفل مع زميلي. وارفع الكاس بتاعي. اروح بقى شوف عائلتي وقعد اتصور مع ابني. ودي له بمبوني وهزر معاه وادحك معاه وقعد على الارض. انا انا وهو وزوجتي ونتصور عادي ده حقك. اما متسبي. متسبي ادى لابنك الكاس لانت كده بقى بتشتغلنا. ان احنا مش في فرح. ما مش بيدوله بمبونية. يعني انت افتكرت ان هو بيدوله بمبونية. مش بيدوله بمبونية اصد ده كاس. كاس اسمه كاس الكونفادرالي. فالكلام اللي انت بتقول اصلا هو ما اصلا يعرفه ابنين ما احترامي بقى. خلاص بقى اي طفل صغير معادي يخد يا حبيبي يلعب بالكاس ده شوية وهتهول. يا والله اي طفل صغير معادي يخد يا حبيبي بالكاس ده. العب به شوية وهتهول. هتقول عمه. ايه ده? انت بتشتغلنا ولا بتشتغل الناس? اتفرجوا على الفيديو. هو بيدي له كاس متسبة قال له ادهوله. قال له ادهوله. اتفرجوا على الفيديو. الناس تتفرج على الفيديو ده. اتفرجوا على الفيديو هو بيقول له بيدي له الكاس قال له لا ادهوله اده لابني. برحلة. ده حتى هتقولي سورة شفت الصورة بتاعت النادي الاهلي. مع كابتن شناوي مع كابتن محمود الخطيب. شفتوا الصورة حاجة مبهجة بصراحة. حاجة محترمة. حاجة جميلة كده. والله حاجة كده حاجة تفرح. حتى الجمهور يفتخر بيها. الجمهور حتى يحطها على الموبايل. اللعبة تحطها على الموبايل. السور دي بتتدعت لنا بانبروزها في البيت. واحنا عادين في البيت كده. حاجات بتبقى ذكرى. ذكرى لولادنا وذكرى لأسرتنا والوالدي والوالدتك. طلطل عمر ليهم. فحاجة دي تبقى ذكرى عشان بعد ما تبطل. تموري السور دي لأولادك. ده حمزة المسلوسي في تصريح ليه. والناس اكيد تابعته. افضل لاعب في المباراة وافضل لاعب في زمالك في الفترة الاخيرة. في البطولة في العموم. شفت له تصريح بيتكلم بيقولك انا انا حزين. انا مش مبسوط. عارف قال ايه? قالك انا كان نفسي. المسلوسي. اللي طلعاني عينيه في البطولة دي هو اللي جاب البطولة اعتبر ناد زمالك. قالك انا والله في تصريح على على في بعد المباراة. قالك انا كان نفسي في 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 الكاس عشان اتصور يتحط قدامي وتصور الجمهور وراي. قالك فين الكاس? اديك حرمت اللعبة تستحق وخدت البطولة وانت حضرتك قاعد في المدرجات ما شاركتش واللعبة يعني بتتحصر. اللعبة تحصرت انها ما تصورتش. هتقول يا جماعة صورة صورة جماعية فيها الكاس. لا احنا ما مش فيه صورة كاس. انا عايز شوف صورة الكاس. زي بتاعة النادي الاهلي كده. اللي هي بتاعة الدور الابطال كده مع كبت محمود الخطيب والشنة والحاجات بذكرى. وهتلاقوا الزمن بيجيبها والاااا والكنوات. اهها يا جماعة الصورة ده. مصر يا جماعة? كل المجموعة واقفة. كله ملتزم. ما احترامي انا ما شفتش اسرة. الكل الاسر كانت برا. بعد ما اللعبة احتفلت برئيس النادي. بالسواريخ اللي اتعاملت بالاحتفالية اللي تليق باسم النادي الاهلي. بعدها كل اللعبة اخدت الكاس وراح اتصورت مع اسرتها. ده الشي طبيعي. اما مش ااخد الكاس وجري. وتقل اللي الناسس اللي هو اللي اديه. اللي هو ما يعرفوش اصلا. انت انت ما يعرفوش. فين اللعبة اللي تصورت. فين كابتن الفرقة اللي انت تروح تقدره. اللي تعب وتلاع عينه. وفين اللعب اللي كان مصاب. اللي هو عبشافي لتاريخ كبير جدا. ما تصورتش معاه حتى. ده انت حتى ما جبتوش جنبك كده وجنب اللعبة. طبيعي بقى. عرفك انا بقى. يا قائد. القائد المفروض بجيب كابتن الفرقة عبشافي على شمالي. وعمر جابر على مين. وقف بالكاس كده احنا التلاتة نرفع الكاس مع بعض. واللعبة في ظهرنا. وتصور. ده بقى كده القائد. مش مش قائد لقط انا. انا مش جاية مش جاية اخد لقطات. انا جاي. عايز اتصور مع العبتي عشان تبقى دي حاجة لنا.